بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله هنستكمل موضوع Evaluation of Public Project وهذا موضوع مهم جدا وتعالوا مع بعض نشوف الexample اللي جاي ده الexample عبارة عن مقارنة لكن باستخدام التلات طرق احنا عرفنا Present Worse وال Annual Worse وال Capitalized Cost لكن اول ما ييجي كلمة Capitalized Automatic لازم تتخيل ان المشروع دي هتعيش الى ملانة حاجة علما بالنساء للفايدة 10% تعالوا نشوف المواصفات بتاعت كل مشروع في عندي مشروع مديك الفرست كوست لكل مشروع والسالفش فاليو لكل مشروع والانوال انت اوبريتنج والمينتنانس كوست بتاعتك والليفير هنا سبعة وهنا خمسة هل يمكن المقارنة بين مشروعين مختلفين العمر بتاعهم باستخدام البرزنت علشان انا استخدم البرزنت لازم اقارن على عمر موحد وليكن خمسة وثلاثين سنة تقبل القسمة على خمسة وعلى سبعة اللي هو لو انا هقارن باستخدام البرزنت وافترض ان العمر بتاعي الموحد للمشروعين هيكون خمسة وثلاثين اولا وان هو يرضى اللي هو العدد اللي يقبل القسمة على سبعة وخمسة يبقى في المشروع الاولاني في عندي الستة واربعين الف هروح اشتري المكنة الجديدة لكن عمرها هيخلص بعد سبعة سنين وهبح باربع تلاف وارجع اشتري واحدة جديدة يبنيت اللي عندك اللي هو عبارة عن ستة واربعين ناقص أربع تلاف يطلع اتنين واربعين ده يتكرر معاك عند السنة السبعة والسنة الاربعتاش والسنة واحد وعشرين والسنة تمانية وعشرين لكن عند السنة خمسة وتلاتين هبيع مش هشتري لإيراد بتاعها أربع تلاف كتبته بالنيجاتيف لانك بتقول عليه كوست بتقول عليه تكلفة يبقى لما تكلفة بالنيجاتيف يعني ربح يتفضل عندي التلات تلاف وسبعمائة لتدفق النقدي لكل خمسة وتلاتين سنة في هذه الحالة الرقم ده هو يتضرب تفاين بيجي فينيو خمسة وتلاتين سنة مفيش مشكلة يبقى النت بتاعك يطلع البريزنت بتاعك هذا الرقم اللي هو مائة وعشرين ألف سبعمائة وربعين علما بأن هذا المشروع هيكرر خمس مرات أبدأ أشوف المشروع التاني عند خمس سنين هيتكرر يعني معنا كده أنه هيكرر سبع مرات أربعة وثلاتين ألف لكن بعد خمس سنين البيع هيسوه صفر يبقى أربعة وثلاتين نقص صفر يبقى أربعة وثلاتين اللي عندي لأن السلفش فاليو سكرابينج بدون فلوس يبقى هيتكرر عند خمس سنين ثم عند العشرة ثم عند الخمستاشر ثم عند العشرين ثم عند الخمسة وعشرين ثم عند التلاتين ثم عند الخمسة وثلاتين هبيع بصفر مش هشتري خلاص ما ظهرتش لكن في عندي أنيول لمدة خمسة وثلاتين أحوله بريزنت وهو أنيول يطلع البرزنت كوست بتاع هذا المشروع مية وسبعتاشر ألف هنا مية اتنين وعشرين ألف يبقى في الحالة ديت البي هو الأفضل باستخدام البرزنت كوست لو عاوزين نحول كله إلى أنيول يبقى ستة وعبين ألف اللي في البداية هواديها أنيول أنيول ما تفرقش معاك سبعة ستين وخمس سنين عالج المشروع على الإن بتاعته يبقى الأنيول كوست ستة وعبين أو الدي أنيول والثلاث تلف وسبعمية هي أنيول مش هتتضرب في حاجة لأن هي أنيول والأربعة تلاف اللي هو الصالف جباليو أو الدي إي على إف يطلع الناتج بتاعي اتناشر ألف سبعمية سبعة وعشرين الأنيول كوست بتاعت المشروع التاني هأرمي لأربعة وثلاثين ألف على خمس سنين وأضيف ديات وما فيش صالف جباليو عندي يطلع الناشر ألف أيهما أفضل اتناشر مية تسعة وستين ولا اتناشر سبعمية يبقى البي إزا بيس تخلي بالك القرار لازم يبقى واحد في أي طريقة الأسد بي إزمار إيكانيميك أنا لو أنا عاوز أعمالي تشيك على الحل بتاعي أنا ماشي سليم ولا لا ممكن تجيب الأنيول من البرزنت أو البرزنت من الأنيول تشوف نفس الرقم ولا لا لو حبيت أجيب الأنيول البرزنت كوست اللي أنا جبتها هناك بالطريقة المعقدة أخذ الرقم بتاع الأنيول ده وأتخيل أنه عايش 35 سنة أرمي بريزنت وهو أنيول على 35 سنة هيديك نفس الرقم اللي أنت حاسبه هناك بس بطريقة معقدة لأنك أنت عادت تقول إيه المشروع بيكرر نفسه 7 مرات ونفس الحكاية لو خدت الأنيول دهوت وتخيلته أنه يعيش 35 سنة وأدي بريزنت على أنيول يطلع الكلام ده إذن لهو طالب منك الطريقتين ابدأ بالأنيول واخذ الأنيول حوله إلى بريزنت بدل الطريقة المعقدة اللي فاتت يبقى the result is approximation the same على أساس أن فيه بس تقريب في الفاكتر لو أنا عاوز أجيب capitalized cost ممكن أخذ الأنيول أقسمه على i على طول مباشرة اللي أنا متأكد من الحل بتاعي أخذ النتيجة بتاعت الأنيول أقسمه على i يديك capitalized cost اللي عندي أو تطبق في القانون another solution اللي هو P note زائد P note ناقص S salvage value في A to find A given F and so on هيطلع نفس النواتج اللي عندي كأنك أنت تحل بأي طريقة لازم الديسشن بتاعك يطلع واحد والأرقام تطلع سليمة أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر